اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلق أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغتش ليلها وأخرج وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أوساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعاه وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَ النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِي مَأَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا إِلَىٰ رَبِّكَ مُوتَهَاهَا إِنَّمَا أَنتَ مُوَذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ رُحَاهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ